ايه اللي مستنيك وايه اللي في كل حاجة يا برج الطور خلينا نشوفه مع بعض. هنقول مع بعض. بداية عندك فكرة جمدة جدا بتفكر فيها. قد تكون شغل جديد او حاجة عايز تبدأها بعد العيد ان شاء الله. وبتفكر فيها كويس قوي وعملت الفكرة في دماغك. آآ عارف ان هي فكرة نجحة وعارف ان هي هتكون مربحة ولكن انت عندك تخوف من المجهول او تخوف من انك تاخد الخطوة وتبدأ بالمشروع او الفكرة بتاعتك. ما تقلقاش خالص. آآ ان شاء الله ربنا هيزبط لك رزق كويس جدا. ما كانش الفكرة ده هتبقى افكار تانية افكارك كتير جدا يا برج الطار وفعلا كلها افكار جميلة. آآ خلينا نقول كمان آآ بالنسبة بالنسبة للي قالولي قولي لنا حلول. انا مش فاهمة يعني ايه قولي لنا حلول. ياريت لو حد يعرف يقولي. يعني انا بقولي القراءة وبعدين بتقولي طب ما انتي كده قلت القراءة وما قلتيش حل. انا مش عارفة يعني ايه حل. خلينا نقول مع بعض. بصوا بقى بالنسبة ليه الحبيب اللي بعد او هجر او. فيه خلاف. فيه ازمة يعني. فالمفروض ان المشكلة ديت مساببالك اراج جامد ومساببالك آآ ليه هو سابك وليه بعد. وليه سابك ومشي. فانت عمال بتفكر. آآ هو ما بيفكرش زي تفكرك وما بيفكرش بنفس القدر ومش ومش هاي الهم الدنيا كده قوي ومش آآ الدنيا متقدرة عنده كده قوي. هو قاعد ولا على باله. رايق جدا. آآ بيفكر فيك بين وقت والتاني ولكن مش بالقصرة اللي انت بتفكر فيه بيها. آآ فيه ليكم رجوع. آآ فيه ليكم رجوع. بعد فترة. آآ تقدر ان انت تستعجل الامور وتبدأ انت بال بالصلحة او تبدأ انت بال بالاتجاه ليه. آآ ما تقدرش خلاص يعني ممكن تستنى. آآ فيه رحيل للهموم والغموم والتعب والامراض والمشاكل الصحية. آآ آآ اتعرضت للغدر آآ. اتعرضت للخيانة ايوة. آآ اتقلمت كتير من الناس المفروض ان هما قرب ناس ليك. حسيت بالقلم وحسيت بالعذاب جامد. بس خلاص. احب اقولك ان خلاص يا برج الطور. الوقت ده عدى وفات. وفترة قريبة جدا. ممكن ما تتعداش الاسبوع هتلاحز ان هما بعدهم. وكل اللي ازدت. في حاجة ربنا ردهله. الكرمة هتاخد لك حقك. هتجيب لك حقك واكتر. وانت قاعد بتتفرج مكانك مش مش هتروح ولا تعمل اي حاجة. هيكون فيه بعد ليه هو معنا خالص. وكل يعني كل خباياهم وكل مشاكلهم وكل التعب اللي بيجي من وراهم هيبعد هو كمان معهم. في فترة قريبة جدا. آآ. او علمي كل ده هيزبط بعد العيد ان شاء الله. اول اسبوع من شهر ستة هيكون اسبوع حافل. هيكون في حاجات كتيرة كويسة جدا. آآ. معليش اسفل قطع بس. كان حصل داوشة جامدة فكنت قمت اشوفها. فتمام خلينا نرجع تاني ونكمل بقيت كرائتنا. آآ. كرائتنا بتقول ان الشركين او الشخصين اللي انت محتار فيهم ومش عارف انهي منهم الخير وانهي منهم الشر. او العلاقتين اللي انت فيهم وانتش عارف تكمل في انهي ولا تسيب انهي. آآ الموضوع ده صعب جدا. حاسس بالحيرة. حاسس بالقلق والتوتر. منتش عارف تعمل ايه برج الطور. آآ واقف بينهم محتار. استنى وقول بس يعني. اقل من يومين ثلاثة وكل واحد هيبان على حقيقته وهتعرف اختيارك يبقى في اي اتجاه. آآ ما تقلقش الاختيار مش هيكون من جهتك. الاختيار هم اللي هيدهولك. هم اللي هيوضحولك الامر. هم اللي هيبعتولك الاشارة. آآ تكمل في انهي علاقة وانهي تنهيها. آآ في انكشاف لامر مهم جدا. كان غايب عنك بقاله فترة. آآ في حاجة كانت قلقك قوي ومقرقك جدا. وما انتش عارف هي فين. ممكن حاجة ضيعة منك. تمام. ممكن حد آآ عامل فيك حاجة او انت اتعرضت الازى ومش عارف مين الشخص اللي ازاك. فالامور دي كلها هتوضح لك وايه هتظهر لك على حقيقتها. وهتشوف يعني بص ربنا هيديك آآ شيء من الشفافية ازاي ده. آآ فهتعرف حاجات كتير قوي 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 دي بيمروا بظروف مادية صعبة. وبيحاولوا ان هما يقلصهم المصروفات بتاعتهم علشان يقدروا يعدوا من الازمة دي بسلام. ان شاء الله فيه امسراجة وفيه دخل هيكون موجود وهيكون في رزق هيوسع عليكو شوية. الوقفة هتفضل زي ما هي. الحيرة في المصروفات عندنا كلنا وهتفضل زي ما هي. ولكن اللي ربنا بقى هيبعات له الفرج وهيبعات له الرزق مش هيبقى محتر للحيرة ديت ومش هيقف نفس الوقفة. هتمفرج شوية. هيكون في تحسن في الامور المادية. بتقلقش خالص 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 يا آآ برج اتثور. ان شاء الله ربنا هيبعات لك فرج كبير جدا وخير جتير جدا. في عندك افراح واتمام آآ لعلاقات زواج او علاقات خطبة. آآ كمان فيه صلح ورجوع لبيت الزوجية بالنسبة للمتخصمين والمبتعدين عن بيوتهم. آآ فيه علاقة مسمرة جدا. آآ هتم وهيكون هيها سمار طيبة جدا. هتعشش على البيت وهتنور البيت. آآ فيه هدية او عطية حدا هيدها لك وهتكون سعيد بها جدا. آآ في اغلب الاحيان هتحس بالسعادة والسرور لما تكون من اهل بيتك. هتحس بها اكتر. آآ فان شاء الله ايامك اللي جاية تكون كلها سعادة وهنا وفرح وارزاء. وهحاول ان انا نقلل تاني في حدش يتضايق. آآ بالنسبة لحبيبي وحبيباتي المتبعدين او المتخصمين او المطلقين او المنفصلين فاحب اقول لهم ان ان شاء الله فيه رجوع وفيه بناء وفيه اسمار بصمرة طيبة للزواج او الارتباط ده. آآ كمان فيه آآ حياة حلوة هتكشوها سوا. تكوين اسرة سعيدة ان شاء الله. بعد للهموم والتعب والمشاكل وكل شوية اللي حب مشاكل حب مشاكل دي هتروح لحالها ما عندوش خلاص هتشوفوها. ايام كل جاية كل لها سعادة بالمجمل. آآ بالنسبة للمطلقين والمنفصلين. بالنسبة لحبيبي وحبيباتي العزاب والمتاخرين في الزواج. فان شاء الله فيه انصلاح للحال. فيه رضا من طرف الاهل عن الزوج او الزوجة اللي هيدخلوا العيلة. هما كانوا رفضين الفكرة دي بالنسبة للمتاخرين الزواج فهيقبلوا. آآ بالنسبة للعزاب لحد بيرقبك كويس قوي وعادت عليك حركتك وسكناتك. بيحبك جدا. وهياخد خطوة قريب جدا في انه يظهر في حياتك. كمان فتح الاهدافك. يعني لو فيه شخص معين انت معجب به او بتكراش عليه او بتحبه. آآ العلاقة هتاخد منحنة تاني وتبدأه في لقاءات وتبدأه في آآ معرفة وطيدة بينكم وبين بعض. انصلاح للحال عموما ان شاء الله للعزاب والمتاخرين في الزواج. آآ كده احنا قلنا القراءة بتاعتنا من مختلف الاتجاهات. بحاول ان انا نخليها مختصرة جدا. آآ بالنسبة للامور المادية. ففيه تحسن في الامور المادية بعد العيد زي ما احنا قلنا. فيه نجاحات. فيه اخبار كويسة. فيه مباركة. فيه نجاح وفيه ترقية. فيه حاجات حلوة بكيرة هتكون من نصبكم يا برج الطور. فيه صلح مع الاهل آآ اللي كان فيه مشاكل. آآ فيه انطلاق ليك وفيه تحرر وفيه خروج عن المألوف وحركة وصحة. وحاجات كتيرة كويسة جدا هتكون في حياتك في الايام اللي جاية يا برج الطور. باتمنى ان انتو كون لكم تكونوا بخير وعلى خير. باتمنى ان انتو ما تنسونيش باللايك و تدعموني بالاشتراك في القناة. بحبكو جدا في الله. باتمنى ان انتو دايما تكونوا معايا. انتظروا منو فيديوهات جديدة. اشتركوا في القناة. 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 ترجمة نانسي قنقر